على الفور فتحت كاميرا تغيير عينها في كاركوك لتنقل لقطات طائرة تركية مسيرة مدمرة والذي أعلنت عناصر من الجيش العراقي في كاركوك إسقاطها وتدميرها حيث سقطت بجوار بعض المنازل في المحافظة لكنها لم تتسبب في وقوع إصابات حيث تمكن رجال الأطفاء من السيطرة على الحريخ بوقت قياسي مصدر عسكري قال أن الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها في حي تسعين بمحافظة كاركوك تبين أنها من نوع أنكع التركية مؤكدا أنه بموجب بروتوكول الدفاع الجوي تم إسقاط المسيرة بوسطة منظومة بانستير الفرنسية لدفاع الجوي خلية الإعلام الأمني صرحت أنه في تمام التاسعة والنصف من يوم الخميس التاسع والعشرين من آب الفين واربعة وعشرين رصد الدفاع الجوي العراقي طائرة مسيرة ضمن قاطع قيادة عمليات كاركوك وبعد متابعتها ومعرفة خط سيرها ووصولها إلى مركز المدينة الذي يحتوي مقرات حكومية ومراكز اقتصادية مهمة وأهداف حيوية تم الاستعلام من قبل جميع الأجهزة وكذلك قوات التحالف الدولي عن عائدية هذه الطائرة سقطت الطائرة بجهود أمنية في تمام الساعة العاشرة والنصف وهنا تظهر الخبرة العراقية بتفكيك ورفع صاروخ كان على متن المسيرة التركية لم ينفجر بعد سقوطها الحادثة عكست رسائل عاجلة من مواطنين بضرورة النأي بعمليات عسكرية تركية ضد حزب العمال عن أمن المدنيين واستقرارهم فيما أثبتت رسالة عراقية بجهوزية الجيش العراقي ومنعه محاولة أي اختراق أو أي عملية تستهدف العراق في كل مكان من أرضه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر